اشتركوا في القناة ما وقع لأسلافهم وممتن الله عليهم من فضله ورحمته وما أجرى لهم من الآيات العظيمة الخارقة للسنن الكونية الجارية وما أنزل عليهم من الآيات التي يتلونها وأمرهم أن يعملوا بها وطلبوا أمورا كثيرة من موسى عليه الصلاة والسلام فكانت تنزل تباعا وكان الخير ينزل عليهم من السماء وبركات من الأرض لكن لم يشكروا ولم يعرفوا قدر هذه النعمة ولم يتقوا الله سبحانه وتعالى جاءت هذه الآيات لكي يتقوا ولكي يعتبروا ويتعظوا لكن آل الأمر إلى أن كانوا عبرة لغيرهم العياذ بالله كان الواجب عليهم أن يكونوا من المتقين أن يكونوا من المعتبرين لكن كانوا موعظة وعبرة لغيرهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الآيات فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ما نجل عليهم بسبب طغيانهم وعتوهم كان موعظة للمتقين موعظة لمن حولهم من القرى وكذلك موعظة لمن سبقهم ممن علم خبرهم وموعظة لمن بعدهم لمن بلغه خبرهم ولهذا حذروا الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من أن يشركوا مشلكهم ولهذا قال سبحانه وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذنا ميثاقكم الله سبحانه وتعالى كلم موسى عند الطور وناجاه سبحانه وتعالى وأعطاه التوراة للواح وفيها الأمر والنهي وفيها شعادتهم وخيرهم في الدنيا موصولا بشعادة الآخرة ومع ذلك لم يقبلوا بل لم يقروا بها وقالوا ليكلمنا ربك كما كلمك وليأمرنا حتى نعلم أنها من عند الله والعياذ بالله فهبوا فلما جاءهم للتوراة فيها ما طلبوا فيها خيرهم وسعادتهم والله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يصلحهم كأنهم يقول نحن أعلم بما يصلحنا لسان حالهم وإن لم ينطقوا وإن لم يتكلموا يقول نحن أعلم فنريد أن ننظر فيها ونراها وليكلمنا بها وخجاهم رسولهم عليه الصلاة والسلام وأتاهم بالآيات والخوارق والمعجزات والكرامات العظيمة وأنجاهم من البحر ورأوا حلاك فرعون ورأوا البحر كالجبال يبسا يمشون عليهم واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشر وكان البحر جبالا وكان فيه طاقات وكان بنو إسرائيل في أسباطهم يمشون وينظروا بعضهم إلى بعض حتى خرجوا هذه آية الماء سيال الماء بطبيعته لا يمكن إلا أن يسيل كيف يقف الماء كأنه جرم جامد الله سبحانه وتعالى جعله جبال كالطود العظيم الله أكبر ومع ذلك كفروا بهذه الآيات والله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق العهود والمواثيق المؤكدة فأبوا أن يسلموا فعند ذلك أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أو قيل جبرائيل عليه الصلاة والسلام ورفع فوقهم الطور ورفعنا فوقهم الطور الطور قيل إنه الجبل المعهود بطور سينا الذي كلم الله منه موسى عليه الصلاة والسلام وقيل إن الطور جبل من الجبال ولا يكون طورا إلا إذا كان حوله أشجار ونبات أما إذا لم يكن فيه أشجار ونبات فهو جبل فإن كان ينبت عليه الأشجار والنبات فهو الطور لكن الظاهر والله أعلم أن الطور هو الطور المعهود والله أعلم ورفعنا فوقكم الطور الله أكبر آية عظيمة هذا الجبل العظيم ولهذا في سورة العرف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل يعني نزع الجبل من أساسه ورفع فوقهم الله أكبر نزع كأنه ريشة وهو جبل عظيم الله أكبر بيأمر الله سبحانه وتعالى نزعه هذا الملك بأمر الله وبإذنه الكون سبحانه وتعالى رفعنا فوقهم كأنه فوقهم ينظرون إليه آية من آيات الله وإذ خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فحين رأوا يعني لم يستجيبوا ولم يذعنوا إلا لما رفعوا روسهم لما رأوا الطور سجدوا فسجدوا على جانب على الشق الأيسر وجعلوا ينظرون بين عين الأخرى إلى الطور وسجدوا على شق على جنب ينظرون إلى الطور خشية أن يسقط عليهم وأن يرضخهم به سبحانه وتعالى ورفعنا فوقكم الطور آية عظيم هذا الجبل يقتلع ويرفع فوقهم خذوا ما أتيناكم بقوة بجد عزيمة خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه تدبروا واتعظوا لأن هذا هو المقصود من أخذ التوراة وأخذ كلام سبحانه وتعالى وما ينزله ليس المقصود تلوته كالأمان لا المقصود الاعتبار والتعاب خذوا ما أتيناكم بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد وعجم أيضا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وهذا يدعو إلى العمل لأن فيها أوامر وفيها نواهي فأعملوا فإن في هذا خيركم وصلاحكم وسعادتكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلحكم ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير فلم ينزل هذه الشريعة إلا لسعادتكم ولصلاحكم خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لعله يقودكم إلى التقوى يقودكم إلى العمل تتقون به مساخط الله تتقون به النار يقودكم إلى العمل التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقايا لكنهم مع ذلك بعد هذه الآيات بعد هذه الدلائل العظيمة قال سبحانه ثم توليتم من بعد ذلك يعني بعد ما رفع الطور ورأوا الآية العظيمة ورأوا ما فيها من الوعيد الشديد وأن الله سبحانه وتعالى حين رفعه فإن لم يستجيب ووقعه عليهم ثم توليتم بعد ذلك بعد أخذ الميثاق عليكم وقبل ذلك ثم بعد ذلك رفع الطور لكن معك توليتم التولي هو الإعراض والتولي يكون بالقلب ويكون بالبدن لكن أعظم التولي تولي القلب ثم توليتم من بعد ذلك من بعد هذه الآيات العظيمة والمواثيق التي أخذت عليكم والمؤكدة لكنه سبحانه وتعالى عاد عليهم بالرحمة ورحمهم فلولا فضل الله عليكم بأن تاب عليكم سبحانه وتعالى هذا من أعظم الفضل ثم تاب عليهم ليتوب يوفق العبد للتوبة ثم يتوب عليه ويتاب عليهم خيرات ولهذا قال ورحمته فلم يترككم سدا ولا هملا بل أرسل إليكم الرسل وليه قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته فكنتم من الخاسرين الخسران هو الهلاك وهذا لا يكون إلا بالاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وهذا تذكير لأولئك الأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تذكير لهم تذكير لبني إسرائيل في زمن النبي عليه الصلاة هؤلاء أسلافكم فاحذروا واخشوا أن تقعوا فيما وقعوا فيه احذروا فإنهم عصوا وعتوا فمشخهم الله قيردة وخنازير وعياذ بالله ولهذا يقول سبحانه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدَوْ مِنْكُمْ السَّبْتِ يعني يعلمون ذلك ويعرفونه وموجودهم في كتبهم والله سبحانه تعالى ذكر قصتهم فصلة في سورة الأعراف كما قال سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وهنا يقول وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ حَقَقْتُمْ وَعَرَفْتُمْ الَّذِينَ اعتَدَوْ تَعَدِّهُ وَالْمُجَاوَزَةَ اعتَدَوْ مِنْكُمْ أَنتُمْ وَهُمْ أَسْلَافْكُمْ وَهُمْ أَجْدَادُكُمْ وَالْنِعْمَةِ إِنْ كَانَتْ نِعْمَةَ أَلَجْدَ فَيَنِعْمَةَ على أولادهم وأحفادهم وما أصابهم من الشدة والبلاء والمصائب بسبب عصيانهم احذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ الله سبحانه وتعالى حرم عليهم في السبت وجعله يوماً يعظمونه حرم عليهم الصيد فيه ولهذا تقدم في قصة فتح بيت المقدس وأن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان مع قومه في التيه ثم مات عليه الصلاة والسلام ومات بعد ذلك مات هارون ثم مات موسى عليه الصلاة والسلام على المشهور ثم خلفه فيهم يوشع بن نون فتاه على المشهور أنه فتاه في البحر لصحبه إلى الخضر وقيل إن موسى عليه الصلاة والسلام فتح هو الذي دخل بميت المقدس فالله أعلم لكن المشهور في الحديث كما جاء في صحيح البخاري أن نبيا من الأنبياء وأنه غزى بهم بيت المقدس وأنه لما كان على مشارف فتحها وقريب من فتحها إذ دنت الشمس من الغروب ليلة الجمعة كان محرم عليهم القتال في تلك الليلة في يوم السبت فقال يوشع بن نون يخاطب الشمس اللهم احبسها علينا اللهم احبسها علينا فحبسها الله فحبس الله الشمس حتى فتحها ودخل ولي لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ورد في حديث لا يصح أنها حبست عند الطحاوي لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يصح لكن هذا في صحيح البخاري في أنه أنها حبست له حتى فتح بيت المقدس عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى يقول لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكان محرما عليهم الصيد فكان الأشماك تأمن ذلك اليوم فكانت تأتي الأشماك شرع تطفو قريب منهم ينظرون إليها تتعلق بها نفوسهم ويوم لا يشبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون خروج عن الطاعة فاحتالوا حيلة والحيل باطلة قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل رواه ابن بطة بإسناد جيد عن نبي هريرة والحيل الباطلة لا يجوز التوصل بها إلى المحرمات في الربا وغير ذلك في باب النكاح وما أشبه ذلك نكاح التحليم محو ذلك كله باطل قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل فقال سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت اعتدوا ولو أنهم اصطادوا بالاحتيال لكان أسهل لأن احتيال ولو آتوا الأمر على وجهي تحريما مباشرا وانتهاكا صارخا لكان أيسا أرأيت الذي يحتال على الربا بحيلة يلف ويدور ثم يأكل الربا مثل ما يفعل كثير من الناس احتيال عن الربا بعقود باطلة ويقول أكلت حلالا بلالا يجعم أنه أخذه هنيئا مريئا وقد احتال على ما حرم الله قال أيوب بن أبي تميم السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهونا عليه يعني يقصد الذين يحتالون على الربا كذلك هؤلاء ماذا صنعوا اختلف العلماء في ذلك على حسب الآثار ويحتمل أنهم صنعوا هذا كله وفيه أنهم قيل رموا الشباك رموا الشباك قبل يوم السبت لم يرموها يوم رموها قبل السبت رموا الشباك في البحر فجعلت الشباك تستعد وأخذوها بعد انقضاء يوم السبت متى صادت صادت في يوم السبت وقيل إنهم حفروا حفائر بجانب البحر سيف البحر حفروا حفائر وجعلوا لها مثل لسقيها أو ما يجري إليها وحفرواها وجعلها تنزل عميقة فكان الماء يجفع بعضه بعضه فيجفع هذه الأشماك وتسقط في هذه الحفائر الصغيرة فهذه الحفائر الماء فيها قليل وهي نازلة فلا يستطيع السمك أن يصعد وهو في هذه الحفائر فإذا انقضاء السبت أخذوا السمك من هذه الحفائر التي حفروها احتيال قال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مسخوا قردة وخنازير وهذا قول عامة أهل العلم وجماهير المفسرين وهو ظاهر القرآن أنهم مسخوا حقيقة وذكروا قصص في هذا فالله أعلم والله سبحانه العلم ذكرها كما ذكر سبحانه وتعالى قصتهم في سورة الأعراف وأن قوما كما لهم فقوما نهوهم وأبوا واعتجلوهم فلما كان في اليوم الثاني لم يرواهم خرجوا إليهم فاستنكروا فاستطلوا عليهم ونظروا إليهم في قريتهم فوق السور فوجدوهم والعياذ بالله قد موسوا قردة وخنازير وإذا هم يحركون رؤوسهم يعني حين يقول ألسنا نهيناكم ألسنا ألسنا فكانوا يهزون رؤوسهم ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى وهذه القردة والخنازير ليست من نسل أولئك الخنازير التي لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لمسخ نسل كما ثبت بذلك الحديث صحيح إنما يعيش ثلاثة أيام ولم يجعل له نسلا لم يجعل لممسوخ نسل ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم أمر كوني أمر كوني كونوا بكون كانوا أمره سبحانه وتعالى بهذه الكلمة كونوا قردة خاسئين إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكت كل شيء سبحانه لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير إذا شاء أمرا لا يمتنع عليه سبحانه وتعالى هذه عبرة وآية وعظة وما أكثر الآيات فيهم لكنهم لم يتعظوا ولم يعتبروا فكادوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهموا بقتله وحاربوه لكن الله سبحانه وتعالى أظهر دينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعني لكلمته بمنه وكرمه يجعلنا وإياكم من أنصار دينه بمنه وكرمه ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة البقرة التي سميت علي هذه السورة لعلها تأتي إن شاء الله في درس آت والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر